من نيويورك ينضم إلينا عبر الزوم دكتور ماك شرقاوي الكاتب والمحلل السياسي أهلا بحضرتك معنا في مصر جديدة وبداية كيف استقبل الأمريكان حدثت أنا سميته بعزيزي أمريكا يعني إشعال جندي أمريكاني النار في نفسه قدام سفارة إسرائيل في أطلنطا إزاي الأمريكان استقبلوا المشهد ده أعلم بك يا إنجي مساء الخير عليك وعلى جمهورك الكريم هو يعني آرون بوشنل وقعه أخطر كثيرا من حدثة البعزيزي في تونس في واشنطن هو قدام السفارة في واشنطن بالضبط يا فنم يعني هو بزير رسمي الجيش الأمريكي بوزيزي إنسان يعني مقهور عبر عن يعني عدم رغبته في الحياة في هذا الإسلال اللي هو موجود فيه فكانت بداية الثورة في ما حدث في تونس والربيع العربي اللي كان مدفوع طبعا زي ما قلت في مقدمتي من الولايات المتحدة الأمريكية باراك أوباما وكندوليزا رئيس يعني هي مؤلفة نظرية الفوضى الخلاقة الأمريكية في المنطقة والتي هي منفزت أعتقد هي اللي نفزت آه يعني أعتقد هذا أتى على الأخدر واليابس يعني شفنا تبعاته للغاية النهاردة بناء منه لكن لازم تحليلي الحادثة اللي حصلت في واشنطن يوم الحد آه تحليل تاني آه ده تحليل آه ده أنت ضابط آه في آه يعني آه جهاز حساس يعني آه في آه سلاح حساس سلاح التيران هو دائما بيبع من أسلاح المهمة في أي دولة وآه صغير في السن 25 سنة أبيض البشرة مسيحي الديانة آه لا تنطبق عليه أيا من أوصف الأرقى أو أمريكا لي مياه في المياه ما لوجد أي أصول عربي خالص تمام آه ويرى ما يحدث على مدار 143 يوم من قتل ومن آآ آآ سفك لدماء الأطفال والنساء والآآ المدنيين العزل في آآ قطاع غزة ويرى أنه لا يستطيع أن يفعل شيء من خلال قنواته الشرعية من خلال آآ 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 عضو مجلس النواب بتاعه من خلال أضو مجلس الشيوخ بتاعه من خلال الميديا بتاعته مفيش كله بيعتم كله يعطي الضوء الأخضر إلى إسرائيل التي تستمر وتزيد في هذا الغي وأمريكا بتساعدها في هذا الغي فهنا ده قمة الاعتراض على سياسة الولايات المتحدة الأمريكية الخارجية وقمة الاعتراض على ما فعلته أمريكا من المعاونة والمساعدة بالمساهمة الجنائية والاشتراك في المشروع الجنائي لارتكاب هذه الجرائم الدولية وجرائم ضد الإنسانية وضد القانون الدولي الإنساني والإبادة الجماعية فقرر أن ينهي حياته اعتراضاً وبعدين على فكرة ده هو عمل بث مباشر قبلها بيوم يوم السابت على منصة تويتش وقال فيها أنه بيعترض وشرح كل اللي هو بيقوله في أيديولوجيته لهذا الموقف وفكره لهذا الموقف وأنه بكرة هيعمل عمل يعبر به عن هذا الاعتراض بشكل كبير جداً على الهواء وفعلاً نفذ العمل ودي زي ما أنت قلت مش الحدثة الأولى في مواطن أمريكي آخر أبيض في ديسمبر الماضي في أطلانتا أمام القنصرية الإسرائيلية في أطلانتا أشعال النار أشعال النار دي يعني هي عملية انتحارية بتعني الاعتراض الكامل أنت تعطي حياتك ثمن لهذا الاعتراض وهو يعلم جيداً أنه لن ينجوا من هذا القمر يعني كمية الماء هنشفت الفيديو بتاعه الفيديو صعب جداً وليلافت نظري قوي وقال لك دوال حجم اللي بيحصل الفلسطينيين في غز مش مش قصدي العنف في الفيديو أنا شفت اللي هي هلافت نظري يا إنجي أن حارس السفارة الإسرائيلي للكلب ماسك سلاحه ومستني عشان لو قام يضربه بالنار والرجل اللي بيطفيه بيقول أنا عايز طفاية حرير أنا مش عايز مسدسات حارس السفارة الإسرائيلي للكلب اللي كان موجود كان ماسك المسدس وبيصوبه له باعتبار أنه هو هيبقى مع حسام ناسف أو أنه هو ممكن يعمل حركة أو ممكن يعمل حاجة تدمر مباني السفارة القزرة الإسرائيلية في واشنطن محدش تكلم في هذا التحليل من هذا الحارس؟ وهو يرى جندي أمريكي بزي الرسم الأمريكي يشعل النار في نفسه بدل ما يتقدم لمساعدته ومحاولة إطفاءه ومحاولة إنقاذ حياته ده بيهدده بالمسدس بتاعه طيب الأمريكان بقى يشوف الكلام ده هيبقى طبعاً الأمريكان بقى سواء شعباً أو حكومة بحل تحليل بالتأكيد حيكون في الموضوع لكن الموضوع خطير جداً جداً في الداخل الأمريكي الناس بتقول بتتكلم موضوع الإحراق ده موضوع في منطقة الخطورة المواطن الأمريكاني بيقول إيه؟ قالوا إيه الناس؟ لغاية النهاردة مفيش طبعاً دول الأفعال لسه ما ظهرتش ولكن من السوشيال ميديا ومن التفاعل مع الموقف خلى يعني درجة الغلايان بتزيد ودرجة الناس إنها تدور وتتطلع أصلاً أوليك حاج لو أنت بتديني معلومة بتقولي الفلسطينين دولا كويسين والإسرائيلين دولا هم الوحشين يعني ما هو بعيد عني خلاص يعني جوحة عال خلاص مش أدم مش عندي خلاص خلاص لكن أما بيلاقي إن في إنسان واعد شاب صغير في منصب كبير بيقبط كويس وعايش كويس وبيقرر أن ينوي حياته خلاص لنه لا يجود أن يكون طرفاً في الإبادة الجامعية ده يدينا إيه بقى؟ إن في دعم اللوجيستي من الطيران الأمريكي لإسرائيل إن في دعم في التدريب وفي المعلومات المخابراتية وبيسموها عمليات الإسناد العسكري معنى إن واحد من الطيران الأمريكي بيقولي الكلام ده لن أشارك في المجزرة يبقى أمريكا فعلاً شريك زي ما أنا قلت في تصريحات لية لو استطعنا أن نتهم الولايات المتحدة الأمريكية بالشراكة الفعلية وليس فقط الدعم فيه على العمليات في غزة وفقاً لقانون الدولي ووفقاً للمجلس الأمن لا يجوز لأمريكا أن تتخذ اعتراض بحق الفيدو على قرارها هي تطرف فيه لو تم تقديم مشروع قرار المجلس الأمن بيتهم أمريكا وإسرائيل بجرائم الإبادة الجماعية مش من فقاً هتستخدم الفيدو بس هل ممكن نفاجأ بفيدو من بريطانيا من هذا السوناك؟ أو فيتو من ماكرون هذا الفرنسي؟ لهم التلاتة ومثلث الشر الإعلام الأمريكاني غطى الحادثة إزاي؟ ولا حصل تعتيم على الحادثة؟ ما قدروش يعملوا تعتيم لأن فيها فرد في الخدمة الرسمية الفعلية هو مش ضابط سابق أوه وخمسة وعشرين سنة لسه في الخدمة الحرة غطت طبعاً والتلفزيونات غطت طبعاً الموضوع ولكن لا دا للتحليل بقى يعني هيتم التحليل ليه دا اللي حصل؟ وإيه الجديد؟ وبعدين النهاردة الشعب بيقول الله إزاي واحد أبيض أمريكي خمسة وعشرين سنة في وظيفة محترمة يقدم حياته بسبب موقف أكيد الموقف اللي هو يقدم حياته عشانه دا موقف حقيقي وما تقوله الميديا وما يقوله السياسين الأمريكيان هو الكادب هو دا بقى التغيير في التفكير هو دا ممكن يحصل التغيير في التفكير دا اللي حضرتك تتكلم عنه ممكن يحصل ضغط على المسؤولين الأمريكان من القاعدة الشعبية؟ وارد جداً وارد جداً أنه هو كمان الموضوع يتطور بقى خلي بالك الموضوع النهاردة أنا بفكر أو علع في نفسي ممكن بكرة أو علع في حد تاني ممكن هما اللي يخلقوا بقى خلايا تخرج عشان تحاول تنفيذ ما تريد تنفيذه على الأرض لم ينفع أي من الطرق السلمية والدستورية والشرعية واتخاذ القنوات الشرعية دا بداية الغلايان دا بداية الغلايان وهم عندهم هنا أمريكان يعني لديهم الكثير من الأسلحة يعني عندنا 400 مليون قطع السلاح في أمريكا ما دا بيخليني أسأل حضرتك هل الأمور ممكن تخرج عن السيطرة ويحصل ربيع غربي نبدأ بربيع أمريكاني؟ وارد جداً لأن على فكرة الأمريكان ناس طيبين على فكرة جداً يعني الشعب الأمريكي الأمريكي ناس طيبين جداً ومتدينين على فكرة يعني سيبك في اللي بتشوفيه في هوليوود واللي بتشوفيه في مسلسلات وكل هذي دا مش موجود في المجتمع بعد 22 سنة في هذا المجتمع وأكد لك إنه أكثر تحفظاً من مجتمعات كثيرة جداً في الشرق الأوسط لا ولما بتنزل الشارع وتتعامل معهم هم بيلقوا التحية عليك وناس له طواف يعني هم الشعب الأمريكي العادي ناس عادية جداً ونس يعني طيبين يا إنجي في بعض المجتمعات الأوروبية اللي هم عندهم إنهم أرجنت أو هم شايفين نفسهم عنصرية بالضبط وما يسلموش لكن الأمريكيان الأمريكيان في الشارع بيسلموا بيحبوا يتعرفوا عليك ولو أنت لابس لبس لطيف بيبدو إعجابهم يعني الناس له طافية ده ممكن يغير حاجات كتيرة بقى في المكون الاجتماعي في الوقت المتحدة الأمريكية موضوع الإحراق ده موضوع في المنتهى الخطورة الانتحار حرقاً ده أشد درجات التعبير الإنساني عن الرفض ما يحدث على الأرض فهو بقى مش هينظره إلى الواقع على الإحراق نفسه هينظره هو حرق نفسه عشان إيه قضيته إيه إيه عقدته ده ومؤمن بإيه عشان يوصل وده يسنوي بقى مئات المليارات في الإيباك واللوبي الصهيوني اللي حصل النهاردة ده ممكن يضربهم لمدة سنة في الوقت المتحدة الأمريكية عشان يحاولوا يرجعوا تاني الصورة الزهنية للشعب الأمريكي إن اليهود هم الطيبين وهم الغلابة وإن الفلسطيني الرهابيين اللي بيقتلوهم وإن عايزين يشلوهم من فلسطيني يرموهم في البحث خلاص الشعب سادة الحقيقة خلاص الكتب ده خلاص إنجلة يا إنجي إنجلة كل شيء ينكشف الأمريكي نتيجة جيدة جدا من اللي بيبصل شايف إزاي العلاقة اللطيفة جدا بين الرئيس الأرجنتيني وبين دونالد ترامب والاستقبال كده اللي تحسن وراك كمانجات كده بتعزف يعني ولا هقولك حاجة يعني هو اليمين المتطرف بيلتقي واخد بالك فدونالد ترامب طبعا رمز من رموز اليمين حتى شوفي في أوروبا هتلاقي في فرنسا مثلنا سنانها دلوقتي مرشحة رئيسية عن اليمين الفرنسي إن احتمال كبير إنها تكسب الانتخابات القادمة في فرنسا اليمين بدأ يتحرك في أوروبا يعني كثير من الدول الأوروبية النهاردة بدأت تتجه إلى اليمين وترامب بالتأكيد هو نبراس في اليمين فاعتقد يعني العلاقات طبعا لابد أن تكون جيدة وفقا لاتفاق الايدولوجيات حلاص وحن زي ما أنت قلت احنا في مصيبة سعودة يعني بنختار أسوأ أحسن الوحشين يعني احنا عندنا قفص منال بستين نيلة كله حاجات بيزة مع الطنة وبنختار منه أحسن حاجة فيه لكن هم كلهم مع الطنين يا إنج أشكر حضرتك من نيويورك دكتور ماك شرقاوي الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا عبر الزوم